وعشان كده لا يكفي الطيابة للقيام بأي عمل خير الطيابة أحدها لا تكفي يعني اي عمل خير؟ انه يفرض عن الناس اي معنى لان ليس كل ما ترى انت سوابا وخيرا يكون خيرا فلازم نلتزم بالمعايير الاجتماعية وعشان كده الاستقامة عشان نفهم معناها العميق اللي عبر عنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعرف ان علاقة بين العمل والتسكين علاقة تبادلية يعني كل ما تعمل عمل يصل تسكية وكل ما يحصل تسكية يحصل عمل صالح كده علاقة تبادلية فلازم العمل يقودك للتسكية والتسكية تقودك للعمل الصالح والتسكية هي خوف من الحبيب الأجل سبحانه وتعالى على كل حال لتذوق شهد الجمال في تجلي الجلال سبحانه وتعالى ويأتيك المدد مدد الاستقامة عند حلول وهم عدم الاحتمال لما تكون انت حس انت مش احتمل يأتيك المدد من ربنا سبحانه وتعالى علشان كده دايما بوصي احبابي وقولهم استقم تذوق حلاوة الوصل بغير فصل لما تستقيم لما تكون مستقيم ربنا يديك حلاوة الوصل بغير انفصال ولا بعد ودايما نقول لهم الاحسان معدن الاستقامة ايه معدن ايه 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 اللي يخليك تحس ان انت محسن اللي يخليك تحس ان انت مستقيم ان انت تكون محسن محسن يعني ايه ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن وده الاحسان فحسيته فتنهمر به النهم بلا حدود واعظم هذه النعم دخول الجنة الشهود ان انت ترى الله التي يزوق فيها حلاوة وشاهد ومشهود اه تحس ان انت مع الله وبناء على كده معنا الاستقامة بشوفها تلات حاجات الطاعة والاستدامة والترقي يبقى هي طاعة تفضي بك اليه تفضي بك الى الاستدامة فإن اللي يحصل فيحدث لك الترقي مع الله فالاستقامة مش معناه العصمة العصمة من وقوع في المعصية الاستقامة تشمل التوبة والاستغفار الله سبحانه وتعالى قال فاستقيموا اليه واستغفروا وحديث رسول الله سلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وان زيك احنا في الفتحة دايما نقول ايه اهدينا الصراط المستقيم يبقى كمان من معاني الاستقامة الحفظ والرعاية مش فقط بس ان انا ترك الذنوب لكن ده العصمة والرعاية كمان فتكون في ولاية مولاك سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر